اهلا بكم في فيديو جديد وكل ما تشوف فيديو ليا هتقول لي هل من المزيد؟ ولا عشان بحبك هقول لك أكيد في المناء النهاردة بيبتدي بحرباية اسمه رانجو وهو بيكلم صحابه اللي هو عيش معاهم وهما عبارة عن شجرة ونص عروسة وسمكة لعبة وبيحكي لهم على مغامرات اللي هو نفسه يعيشها بس في النهاية بيفتكر الحقيقة وهي ان العلم بتاعه مبارة عن صندوق إزاز بس العربية اللي هو محطوط فيها فجأة بتعمل حدثة والصندوق بيكسر وهو بيطير على الأسفل وبيلاقي نفسه في طريق صحراوي والحر كان هيخلص عليه وهيموت من العطر ولقى حيوان نايم على الأرض ومحتاج مساعدة وبيعرف ان الحيوان ده هو كان سبب الحادثة لما كان بيحاول يعرضي الطريق رانجو بيقوله ان هو اضمر حياته وان كده خلاص هيموت في الصحرة دي فبيقوله خلاص ساعدني وانا هقدر أساعدك وانا لازم أعدي دلوقتي الناحية التانية من الطريق وفجأة بتجي عربية نقلة تعدي من فوقهم ورانجو يتعلق فيها ويطير من العربية للتانية ولما بيقع على أساس الرجل بيطيره بالمساحة والحيوان ده بيقوله ان هو لو عايز مية لازم يستنى البكرة الضهر لان سكان القرية القريبة دول هيتجمعه ويعمله طقوس غريبة علشان المية والقرية دي بتبعد حوالي يوم ماشي بيبدأ رانجو رحلته في الصحرة بس فجأة بيسم عصود بيقوله ما تتحركش وبيلاقي ان هو حيوان متنكر في شكل صخرة وبيلاقي ان فيه سقر طير في السماء وكان بيحاول يهرب منه ويستخبه وراء صبارة والشوك بيدخل فيه بس السقر بيشوفه ويطرده بيدخل ويهرب علبة صفيح والسقر عشان يجيبه دماغه بتتحشر فيها وهو بيحاول يهرب السقر كان سمع وبقى بيطرده ودماغه في العلبة ومشايف وبيغبط في صبارة ويتخلص من العلبة بس رانجو بيكون دخل ازازة مرمية على الأرض السقر بيشيلها ويطلع بها في السماء ويسيبها علشان تنزل على الأرض بس بتوحع على الضوف دعوة ما بتكسرش وبيقوم وهو غطبان والسقر كان جاي وراه رانجو بيحذره ويجروا هما الاتنين جنبه بعد لغاية ما لقزها بتتكسر ولما الضوف دعوية فيضحك عليه السقر كان استضغطار وبيجي الليل وبيستخبف مصورة وينام فيها وبيظهر وحش مرق وبيحلم رانجو بكابوس ان هو بيغرق وبيضحي يلاقي بيطلع مياه من المصورة بتغرقه وبيلاقي بنته قدامه وبسكة وبندقية وعايزة تضربه وتثبته بالبندقية وتسأله انت مين لان بلدنا ما فيهاش مياه وفيه حد بيرمي المياه على الأرض وبيحاول ان هو يعرفها هو مين وبيعمل ايه وتعرف انه مش بالصحرة وتسيبه وتروح عند عربيتها رانجو بيلاقي ازاز كتير على عربيتها فبياكل من واحدة ويطلع طفي سجار ابوها وبتقوله انه محدش لها جثت ابوها بس وهي بتزعقله وتوقف مرة واحدة اكتنها صنم والكامل لوحدها وهو يمشي لغاية لما بيوصل للقرية والاطفال بيحضبوه بتوبة وبيقول لهم ليه واحد فيهم بيقول لهم علشان شكل غريب والغريب ما بيعرفش يعيش كتير هنا بيحاول رانجو ان هو يبقى شابه الناس اللي عايشين في المكان ويحاول ان هو يقلدهم بيدخل مكان كان فيه حيوانات كتير وبيتروب من الجرسون اللي واقف مياه وبيقول له ما عندناش هنا غير عصير صبار ولما بيحس ان هم هيتطريعه عليه قاعد يمثل عليهم ضرور قوة ويفضل يكلمهم عن نفسه وعن انجازاته وقال لهم ان هو قاتل سبع رجالة بطلقة واحدة والبنت بتروح مكان صرف المياه وما بتلاقيش هناك مياه وعما هيخدها هيوريها المياه اللي لسه باقي في البلد وهي بتقول له ان المزرعة بتاعتها هتتضمر لو ملاقناش مياه قريب وانها شافت حد بيرمي المياه في الصحرا فبيقول لها تروح لرئيس البلد علشان تقول له يمكن يعمل حاجة رانجو كان لسه بيكذب عليهم وبيشرح لهم وقتل السبع ازاي بطلقة واحدة وهما كانوا بيحتفلوا بيه وبيقولوا عليه محارب عظيم ويدخل واحد بيتخاني مع شخص علشان مدفعوش الرهان اللي كان عليه وخد ارضه بيسأل همين ده بيقولوله ده رانجو اللي قتل سبع بطلقة واحدة ورانجو لما جي يرسم عليه ضرور القوة ولع فيه بالصدفة فطلب منه ان هو يبرزه بالسلاح ووقفه قدام بعضه واستعده ورانجو بيوقع حزام السلاح بتاعه وبيبطي يجيبه وكان فيه حاجة طايرة فوقهم الكل كان بيهرب وبيستخبه والسقر بينزل على الارض ورانجو كان لسه عايش في الدور وبيكلمه والحيولات يشوفوه مش خايف منه لغاية لما بيهرب مرة واحدة اول لما بيقرب من الحمام والسقر يقطع الحمام بخالبه وبالصدفة السقر بيتشتت وهو بيهرب ورانجو فدل يجري والسقر قاعد يجري وراه بس عشان كانوا بيلفوا في دايرة الناس كانت مفكرة ان هو اللي بيجري ورا السقر رانجو بيستخبه جوه لعبة والسقر بيخبط فيها علشان يوصلوا ويخرجوا بس عما بيوصلوا بيلاقيه هرب وبيكمل جري وراه وبيمسكوا فرانجو بيطلع المسدس وبيضرب طلقة اي نعم هي كانت في اتجاهها غلط بس وقعت المبنى على السقر ومات الناس بيتلمح حواليه بيلوه قتل السقر بيحتفلوا بيه وبياخدوا الرئيس المدينة وهو داخلي قبله وشاف البنت اللي كانت وصلته ورئيس المدينة بيحتفل بيه وبيشرب معه كمانكوا ببيتي بمية ورئيس المدينة بيقوله الناس مؤمنة ان المية لازم تيجي والناس لازم يفضلوا عاشين مؤمنين بحاجة وهم دلوقتي مؤمنين بك انتا ولازم معينك المأمور بتاعي البنت بتدخل عشان تقدم شاك واليه بس ما بيكونش مركز معها خالص بس بتعرفوا اللي حصل للمأمور اللي قبله وان هو تقتل وبيلاقي الناس كلها الجمعت وعملوا طبور وكل واحد شايل ازازة مية ويدخل بيه الناس ويكلم غراب ويعرف ان فيه قفع كمان بتهاجمهم غير السقر لغاية لما بيصلوا عنده مصورة كبيرة ورئيس المدينة بيقول للعمال ان هما يفتحوا المية ويرحبوا برانجو ويخليه يقف اول واحد ياخد مية بس الحنفية بتنزل طين بدل المية والبنت بتقولهم كده يبقى المخزون الاحتياطي كمان خلص الناس بتسمحها ويروحوا يهجموا على المكان ورنجو بيوصل ويدرب نار ويساطر على الوضع ويدخلوا وشوفوا الماء اللي خلصت وهو قادي يشرب له احمد ويقول لهم لازم نبص للجانب الايجابي وان فيه مية تكفينا خمس ايام على الاقل لغاية ما نشوف حال وهو ماشي بالليل بيقابل حرمية ويحفره فبزكا والخارج بيديهم مخالفة لانهم ما معهمش المعندات اللازمة ويجيب لهم المعندات ويعرفهم مكان بنك المياه اللي فضل فيها اخر شوية مياه في المدينة فبيسرقوا المياه اللي فضله ويخلصوا على البلد كلها تاني يوم بيجمع الناس ويخدهم علشان يدوروا على سرق المياه ويجدوا انفاق كثير محفورة ويمشوا على رمصورة وبتظهر عين ضخمة بس محدش بياخد باله منها ولما بيوصلوا لهذا الطريق بيجدوا فتحة صغيرة بيوصلوا منها الارض فوق ويجدوا واحد من البنك ميت وانه ميت غرقان ويجدوا جنبه اثار اقدام والغرب يعرف اتجاههم وكان واحد فيهم كمان اعمى كل ده من اثار الاقدام بس ويروح يدوروا عليهم والغرب يعرفهم الطريق وبالليل يعودوا يسترياحهم ولما بيسألوا رنجو انت بتخاف من التعبين قال له بخاف ايه؟ انا سم التعبات نفسهم بيأثارش فيها والصبح بيبصروا المكان ويرقبوا ويجدوا المياه بتاعتهم ويعملوا خطة علشان يهجموا عليهم ويدخلوا على الحرميك انهم بيحتفلوا بيهم وانهم فرقة ممثلين ويمثلوا قدامهم لغاية لما بيحصروهم وهم بالاسلحة لكن بتطلع لهم قلتهم ويبقوا كثير جدا ومسلحيين وهم اللي بيحصروهم ويعمل واحد مع رنجو حركات من فوق الجبل ويدرب نار والحيوان اللي بيجروا المياه بيجري بيها التانين بينزلوا تحت الارض علشان يجروا وراهم ويطلع خفش كثير تطير وراهم وشوية منهم ركبينها ويفضلوا وراهم بيتاردوهم ويحاولوا يهربوا منهم لكن يمسكوا رنجو ويرموا متفاجرات جدا بالعربية والبنت بتكمل بالعربية وواحد منهم بيوصل المياه ويطلعوا يشوفوه رنجو بتعلق بحبل في الهواء ويدربوا عليهم نار لغاية لما الحبل بيمسك في صخرة ويطير ويقع فوق خفش تاني ويقع من خفش لخفش لغاية لما بينزل فوق نعامة بتجري على الارض من زميله والتانين بيقوموهم لغاية لما رنجو بيوصل للعربية تاني ولكن العربية بتتخبط وتتقلب والمية تقع من فوق الجبل قدام الجيش التاني ولكن بيلاقوها فيها رمل مش مية ويقولوا طالما ما فيش مية احنا بنحارب ليه ورنجو بيقولهم ان هم مقبود عليهم علشان سربوا بنك المية فبيقولوا ان احنا وصلنا لقينا اصلا البنك مسروك ولكن بردو بياخدهم معايا ويروح للمدينة ورئيس المدينة بيقولهم انها حاجة سازجا ان احنا نصدق شوية حرمية ولكن بيقولوا ان المية تسرعت قبل ان اوصلوا وان شاكك فيه لان هو اللي قال لو معك مية هتقدر تتحكم في كل حاجة وهو بياخده ويقري من العدسة للمستقبل اللي هو بيبنيه ويستنتج من كلامه ان هو اللي قتل موظف البنك لانه وقف طريقه ويسيبه ويمشي ويقول المساعد بتاعه ان هو سيستدعي التعبان ويلاقي الناس من الجمعين علشان يقولوا له يرجع لهم المية رنجو بيقولهم ان كده هتحصل حربة اهلية ما بينك وهتموتوا بعض هم بتتكلموا فجأة بتظهر قفع عليهم وتضرب نار وتروح عند رنجو وتدله شوية سم علشان يشربه وتلف حواليه وتستفزه ويقول له انت كدبت على الناس وهم ستدقوك بس انا عارف ان انت ولا حاجة ويمسك البيت وحد كمان ويقول له يطلع سلاحه ويطلع رصاصة واحدة زي ما كان بيقول موت بيح سبعة ويقول له يضرب في وشه بس هو جميعا ويخاف فبيقول له انت بتقدرش تقتل اي حاجة ويخليه يعترف قدام الناس كلها انه كذاب ويقول لهم كمان انه مزيف وجبان والتقبان يقول له البلد دي بتاعتي ولو شفتك تاني هقتلك ويمشي رنجو بعد ما اضطرت حزين في الصحراء بالليل الطريق كان طويل لحد لما بيوصل مكان حادثة تاني ويفضل قاعد وسط الشخصيات الوهمية بتاعته ويقول له نفسه انه هو ناكرة ويصحي يلاقي نفسه في مكان تاني قدام روح الغرب فبيقول له ان محد الشرف اسمه فبيقول له افعلك هي اسمك ويقول له ايما تكون بطل ايما ترجع للسندوق الازاس تاني ويسيبه ويمشي ويجي له الحيوان اللي العربية كانت دست عليه ويأخذه ويوريه مركب وسط الصحراء ويقول له ان المياه هنا كانت في كل مكان بس محدش عارف هي راحت فين ويلاقي الوحش اللي كان خاف منه في الاول خالص ويلاقي انه هو شجر وفيه زيقها كتير ومشيين يدوروا عن المياه وهو بيروح وراهنا ويوصل لمدينة فيها حياة ومليانة مياه وزرع فبيفتكر المسهورة اللي كانت بتطلع مياه وكل حصل ده بسبب المياه لغاية لما وصل هنا ويلاقي مسهورة كبيرة وبين الشاير اللي بيموت بيلاقي محبس كبير وأصار رجلين بني آدم ويرجع للناس اللي كانوا بيحربوهم ويقول لهم ان ابوهم واخوتهم بيتعاقبوا على حاجة هم معاملوها وان هو عنده خطة في الوقت اللي رئيس المدينة كان عايز البنت تبيع له أرضها غزبا عنها بس هي كانت رفضة التعبان بيهجم عليها وبيعزبها علشان تبيع غزبا عنها ويسيب البنت ويطلع سلاحه رانجو كان واقف وهو أصلاحه فاضي وهم وقفين قدام بعض التانيين بيفتحوا المحبس واللي كان بيحربوهم بيكسروا المسهورة وقبل ما التعبان يقتلوا والمياه بتوصل وتغرق الدنيا وتخرج من كل مكان لسه التعبان عايز يقتلوا بس بيخاف منصار كبير في السمع كأنه نخفش هي اللي عاملينه بيكتشف الخدع وبيضرب عليهم نار بس سلاحه بيخلص ورانجو كان حاطت صلاحه فوشه بس الرئيس المدينة هددله بقتل البنت وبيأخذ منه السلاح وبياخدوهم علشان يغرقوهم هما الاتنين ورئيس المدينة أصلا كمان عايز تخلص من التعبان بيهدده بالسلاح اللي كان مع رانجو بس بيلاقيه فاضي في الوقت اللي رانجو كان كسر في الإزاز والمياه بتغرقهم كلهم وبتضمر المكان ورانجو بيودي رئيس المدينة للتعبان والتعبان بيحييه وبياخد رئيس المدينة وبيمشي والنيات كلها بقت فرحانة برانجو والمية اللي بقت في كل مكان ومتوفرة كما وصلت نهاية في الميناء يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا وعالت في كلمة ونصف هتزيد بيك واحد وما تنساش تفعل الجراز علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا اول باول